نص الاستماع الثالث صبر وأمانة روى صاحب المستطرف عن أحدهم قال كنت أقرأ على الشيخ أبي حفص ببغداد في حانوتي رجل عطار فبينما أنا جالس معه في الحانوت إذ جاءه رجل من الطوافين ممن يبيع العطر في طبق يحمله على يده فدفع إليه عشرة دراهم وقال له أعطني بها أشياء سماها له من العطر فأعطاه إياها فأخذها في طبقه وأراد أن ينضي فسقط الطبق من يده فكب جميع ما فيه فبكى الطواف وجزع حتى رحمناه فقال أبو حفص لصاحب الحانوت لعلك تعينه على بعض هذه الأشياء فقال سمعا وطاع فنزل وجمع ما قدر جمعه منها ودفع له ما عدم منها وأقبل الشيخ على الطواف يصبره ويقول له لا تجزع فأمر الدنيا أيسر من ذلك فقال الطواف أيها الشيخ ليس جزعي لضياع ما ضاع لقد علم الله أني كنت في القافلة الفلانية فضاع لي هميان فيه أربعة ألاف دينار ومعها أحجار من المال ولكن غلد لي ولد في هذه الليلة فاحتاجت أمه إلى ما تحتاج إليه النفسة ولم يكن عندي غير هذه العشرة الدراهم فخشيت أن أشتري بها حاجة نفسة فأبقى بلا رأس مال وأنا قد صرت شيخا كبيرا لا أقدر على التكسب فقلت في نفسي أشتري بها شيئا من العطر فأطوف به صدر النهار فعسى أن استفضل شيئا أسد به رمق أهلي ويبقى رأس المال أتكسب به واشتريت هذا العطر فحين كب الطبق علمت أنه لم يبق لي إلا الفرار منهم فهذا الذي أوجب جزعي وكان رجل من الجند جالسا إلي يستوعب الحديث فقال للشيخ أبي حفص يا سيدي أريد أن تأتي بهذا الرجل إلى منزلي فظننا أنه يريد أن يعطيه شيئا قال فدخلنا إلى منزله فأقبل على الطواف وقال له عجبت من جزعك فأعاد عليه القصة فقال له الجندي وكنت في تلك القافلة؟ قال نعم وكان فيها فلان وفلان فعلم الجندي صحة قوله فقال وما علامة الهميان؟ وفي أي موضع سقط منك؟ فوصف له المكان والعلامة فقال الجندي إذا رأيته تعرفه؟ قال نعم فأخرج الجندي هميانا ووضعه بين يديه فحين رآه صاح وقال هذا همياني والله وعلامة صحة قولي أن فيه من الأحجار الكريمة ما هو كيت وكيت ففتح الجندي الهميان فوجده كما ذكر فقال خذ مالك بارك الله لك فيه فقال الطواف إن هذه الأحجار قيمتها مثل الدنانير وأكثر فخذها وأنت في حل منها ونفسي طيبة بذلك فقال الجندي ما كنت لآخذ على أمانتي مالا وأبى أن يأخذ شيئا ثم دفعها للطواف جميعها فأخذها ومضى ودخل الطواف وهو من الفقراء وخرج وهو من الأغنياء روى صاحب المستطرف عن أحدهم قال كنت أقرأ على الشيخ أبي حفص ببغداد في حانوتي رجل عطار فبينما أنا جالس معه في الحانوت إذ جاءه رجل من الطوافين ممن يبيع العطر في طبق يحمله على يده فدفع إليه عشرة دراهم وقال له أعطني بها أشياء سماها له من العطر فأعطاه إياها فأخذها في طبقه وأراد أن يمضي فسقط الطبق من يده فكب جميع ما فيه فبكى الطواف وجزع حتى رحمناه فقال أبو حفص لصاحب الحانوت لعلك تعينه على بعض هذه الأشياء فقال سمعا وطاع فنزل وجمع ما قدر جمعه منها ودفع له ما عدم منها وأقبل الشيخ على الطواف يصبره ويقول له لا تجزع فأمر الدنيا أيسر من ذلك فقال الطواف أيها الشيخ ليس جزعي لضياع ما ضاع لقد علم الله أني كنت في القافلة الفلانية فضاع لي هميان فيه أربعة ألاف دينار ومعها أحجار من المال ولكن غلد لي ولد في هذه الليلة فاحتاجت أمه إلى ما تحتاج إليه النفسة ولم يكن عندي غير هذه العشرة الدراهم فخشيت أن أشتري بها حاجة نفسة فأبقى بلا رأس مال وأنا قد صرت شيخا كبيرا لا أقدر على التكسب فقلت في نفسي أشتري بها شيئا من العطر فأطوف به صدر النهار فعسى أن استفضل شيئا أسد به رمق أهلي ويبقى رأس المال أتكسب به واشتريت هذا العطر فحين كب الطبق علمت أنه لم يبق لي إلا الفرار منهم فهذا الذي أوجب جزعي وكان رجل من الجند جالسا إلي يستوعب الحديث فقال للشيخ أبي حفص يا سيدي أريد أن تأتي بهذا الرجل إلى منزلي فظننا أنه يريد أن يعطيه شيئا قال فدخلنا إلى منزله فأقبل على الطواف وقال له عجبت من جزعك فأعاد عليه القصة فقال له الجندي وكنت في تلك القافلة؟ قال نعم وكان فيها فلان وفلان فعلم الجندي صحة قوله فقال وما علامة الهميان؟ وفي أي موضع سقط منك؟ فوصف له المكان والعلامة فقال الجندي إذا رأيته تعرفه؟ قال نعم فأخرج الجندي هميانا ووضعه بين يديه فحين رآه صاحة وقال هذا همياني والله وعلامة صحة قولي أن فيه من الأحجار الكريمة ما هو كيت وكيت ففتح الجندي الهميان فوجده كما ذكر فقال خذ مالك بارك الله لك فيه فقال الطواف إن هذه الأحجار قيمتها مثل الدنانير وأكثر فخذها وأنت في حل منها ونفسي طيبة بذلك فقال الجندي ما كنت لآخذ على أمانتي مالا وأبى أن يأخذ شيئا ثم دفعها للطواف جميعها فأخذها ومضى ودخل الطواف وهو من الفقراء وخرج وهو من الأغنياء ترجمة نانسي قنقر